قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ومع الأمم المتحدة لزيادة الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية للتصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات والدعوة إلى دعم قانون الحرب وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على موقع إكس أن العمل مع حكومات تلك الدول يهيئ الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات والدعوة إلى احترام قانون حقوق الإنسان خلال الحرب